السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله خير جميع معنا اليوم الجلوك 44 عيارة الخرازة 22 الارو قبل اني ابدأ احب اني اشكر اخوي احمد الله يجزا خير علي تحت الفرصة في القاء نظره على اسلاح واستعراضه للجميع وكذلك الفيديو هذا ماهو دعاية لا اسلاح ولهو تسويق له لا مدفوع ولا مجاني مجرد استعراض معلومات وكل شخص واحتياجه وميزانيته نستعرض معلومات ممكن اللي يناسبني ما يناسبك او اللي يناسبك ما يناسبني وهكذا نقول بسم الله ونبدأ المسدس يجي طبعا بالصندوق هذا اللي هي شمطة البلاستيك يجي المسدس يجي معه مخزن اضافي يجي معه عدة تنظيف والكتالوجات هذا اللي يجي معه مادري لو فيه شيء ثاني والله مادري هذا هو المسدس طبعا المسدس مصنوع من البوليمر اللي هو الفريم السفلي من البوليمر باستثناء السلايت طول المسدس من الكعب من هنا حتى السبطانة 18.5 سانتي طبعا المعلومات هذه ممكن تفيد اللي بيفصل او شيء من هالقبيل 18.5 سانتي العرض 2.5 سانتي اما الارتفاع 12.8 سانتي باستثناء الردد طبعا مع النياشين الوزن 415 قرام مع المخزن طبعا طول السبطانة 4 انش اما المخزن يشيل 10 طلقات الزناد تأمين تأمين السلاح فقط في الزناد ما تشوفون نياشين مضيئة النشان الخلفي ما موجود لانه مركب لردد امكانية كذلك تركيب رددد بكل سهولة نأتي الآن الوزن الزناد وزن الزناد من 5 إلى 6 تقريبا 4 سحبته بسرعة زي ما تشوفون مرة أخرى خمسة زي ما تشوفون مرة ثالثة يبون الثالثة ثابتة خمسة اذا زناده وزن خمسة طبعا المسدس يا الخرازة مثل ما قلنا لكم طريقة فك وتنظيف المسدس فيه هنا زي ما تشوفون كليبس وهنا كذلك طريقة الفك نرجع السلايد على الخفيف ولاحظوا نحط الأصبع هنا على الجزء هذا مع وضع السبابة على الوسطة على الأزناد أو الطريقة هاللي عاد يستخدمها الشخص في الفك نرجع السلايد على الخفيف وننزل الكليبسات للأسفل وبعدين طبعا قبل كل حاجة معذرة نطلع المخزن نضغط عليهم للأسفل وبعدين نضغط الزناد زي كذا وبعدين يطلع معنى السلايد هذه السبطانة طبعا يجي سبرينغين زي ما تشوفون وهذه السبطانة الخاصة بالسلاح وهذا السلاح من الداخل طبعا فيه ملاحظة فقط لعجل الواحد يكون بالصورة السبرينغ هذا قوي شوي فاستخدام الرصاص الضعيف ممكن يلك ثناء الرماية يعرض الطلقة لانه ما يرجع سلايد للخلف بشكل كامل يرجع جزء منه بسبب قوة السبرينغ فالأفضل استخدام رصاص قوي شوي أو انه يبدل سبرينغات اذا كان الاستخدام بكل الرصاص الخفيف تمنى اني وثقت في الشرح والله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى ترجمة نانسي قنقر